موسيقى ولسا مكملين مع حضراتكم فقراتنا من مهرات عظيمة وصلنا للفقرة الطبية طبعا الناس بتتقسم لنوعين نوع جسم ريادي او على الاقل جسمه صحي ودايما عنده طاقة كده ونشاط للحياة ونوع تاني دايما حاسس بتعب وخمول وعدم قدرة على ممارسة اي حاجة في الحياة بشكل طبيعي زي ما احنا متعودين لكن ايه السبب في جود الظاهرة دي الحقيقة ان تناول الفايتامينز والمكاملات الغذائية هو من الامور اللي اصبحت ضرورية جدا واللي لا تقل اهمية ابدا عن ضرورة ممارسة الرياضة وان احنا ناكل اكل كمان صحي وان احنا ناكله بانتظام عشان نقدر نتعايش او نعيش بصحة جيدة وجسم خالي من الامراض احنا النهاردة في فقرتنا هنتكلم اكتر عن اهمية تناول المكاملات الغذائية لصحة جسمنا مع ضفتي اللي مشرفاني من وراني في الاستوديو دكتور دينة ابو سعود المستشارة طب لشركة بايو ناترام اهلا بيك يا دندون اهلا بيك من وراني يا جميلة حبيبتي يا شيف عظيمة يا عمر عملا يا روح الحمد لله كل حل مهمة قوي من وكملات الغذائية يا دندون وحنا يعني كلمنا قبل كده بجد انها ما اصبحتش حاجة طرفيهية اصبحت حاجة رئيسية ومهمة في حياتنا اكيد كلمينا بس عنها كده عن ايه اللي بيحصل للناس بيحصل لهم خمول وتعب وبيعدين بيكتشفوا ان ده نقص فيتاس كلمينا عنهم شوي بتلاقي قصة الخمول والتعب وامبالنس في المناعة والشعر اللي بيتساقط واجهاد بين على البشرة سواء من الستات حقو حتى رجال وعدم الحرق والتخن والحاجات دي كلها والكسل بيبقى نتيجة نقص فيتامينات ومعادن وما بتلاحظيش ده يا عظيمة في سن معين انتي بتلاقي من جميع الأعمار صح ممكن يبقى طفل ممكن يبقى طفل ممكن يبقى شباب عندهم كسل مش بس الكسل مقتصر على السن الكبير الحقيقة احنا اللي بيحصل بتاعنا ما بقاش صحي أو مش صحي أو بنحاول ان احنا نتبع النظام الغذائي الصحي عشان نعرف ناخد الانتيك من الفيتامينز والمينرالز وبنفشل لان كل يوم الجسم محتاج فيتامينات ومعادن من فيتامين سي من فيتامين بي كومبلكس بكل أنواعه من الكالسيوم الكالسيوم المهم جدا لصحة العظم وصحة العظام وصحة الأسنان وانقباض عضلة القلب من كل المعادة من فيتامين دي المهم من الماغنيسيوم من الزنك من النحاس كل الفيتامينز دي احنا محتاجينها يوميا لو ما اكتسبنهاش من الأكل الصحي أو من المكملات الغذائية أكيد هيبع عندنا نقص في الطاقة وهيبع عندنا نقص في المناعة وهيبع عندنا حاجة اسمها مود سوينغس منخش في مود مش حلوة وتوتر وقلق والنفسية بتبقاش متزبطة عايز أقولك إن الفيتامينات والمعادن مش بس دعامة للصحة الجسدية دعامة جدا جدا للصحة النفسية طيب هنبدأ بقى نحكي عن اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة وترشيحك لي يعني المالتي بايتامين هنتكلم عنه النهاردة لأنه هو مميز أو بيتميز عن اللي موجود حاليا في الصيدريات بحاجات كتير أنت اللي هتكلمين عنه برشح لكل الناس اللي بتتفرج علينا من الستات ورجال وجميع الأعمار بطداء من 14-15 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة من قلب من ضغط من سكر برشح لهم مالتي فيتامين زي ما قلت موجود في الصيدليات وده يدي الأمان الشديد أنه وانسنا موجود في الصيدليات بواقع الترخيص طبعا اسمه ألبا مالتي فيت ألبا مالتي فيت واخد ترخيص من نهاية سلامة الغذاء دي أول حاجة تاني حاجة مميز جدا والأكتر حاجة بتميزه أنه جامع بفيتامين بي أو فيتامين بي كومبلكس أو فيتامين بي المركب فيتامين بي يعني الحياة فيتامين بي من أهم مميزاته أنه بيضيع لي قصة الأرق بيديني طاقة كويسة جدا بيعليلي جدا التمثيل الغذائي الفوليك أسد بيدعم لي الكورات الدم الحمرة الكوبالامين بيدعم لي الكورات الدم الحمرة الفوليك أسد مهم جدا للصحة النفسية عشان كده الستات الحوامل بياخدوه واللكتق وما بعد الولادة بيتاخد عندك ثيامين فأعتقد أن ألبا مالتي فيت هو الوحيد اللي جامع بفيتامين بي المركب كله طيب إيه تاني داخل ألبا مالتي فيت عندي فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا لكذا حاجة لأتكلم رقم واحد في المناعة طبعا احنا محتاجين أن احنا نعلم مناعتنا فيتامين سي موجود داخل ألبا مالتي فيت بتركيز 500 ميلي جرام طب هل هو للمناعة بس لا ده أنت عندك فيتامين سي بيعزز امتصاص الحديد لأن احنا كتير مننا عنده أنيميا وخصوصا الستات عندها اللي همجلوبين أقل شوية من الرجال فلازم تدعم بألبا مالتي فيت اللي فيه تركيز عالي من فيتامين سي عندك كمان فيتامين سي دعم للكولوجين معنى كده أنه بدي نظارة تحفل البشرة طيب عندي كمان ايه داخل قلبا مالتي فيت زي ما أنا شايف كنت أعلى نسبة في الزينك بالزبط الزينك مهم جدا لكل العملية الحيوية ومهم لعملية الهضم جدا جدا ومهم للشعر ومهم للضوافر ومهم لتجديد خلايا الدم ومهم جدا للمناعة طيب الزينك زي ما احنا قلنا لازم يبقى معاه إيه نحاس طيب هل ألبا مالتي فيت داخلوا نحاس ألبا مالتي فيت داخلوا نحاس بالنسبة كويسة جدا والنحاس مضاد للشيخوخة من الدرجة الأولى طيب النحاس الدراسات أثبتت أنه مهم جدا العضم يعني كسور العضم نتيجة نقص الكالسيوم نقص فيتامين دال ونقص نحاس فأنا عندي نحاس داخل ألبا مالتي فيت كويس عندي الكالسيوم طبعا زي ما أنا قلت مهم لكل أعصابنا وعندي البيوتين من أحد عائلات فيتامين ب السبنات اللي بتشتكي من شعرها بيقع أعملي تحليل فيتامينات طبعا اللي بتشتكي من شعرها بيقع كذا تحليل فيتامينات غضة درقية إنزيمات كبدو كلا والحديد فأعملي تحليل الفيتامينات هتلاقي إن الفيتامين بها عندك واقع فيتامين بي 7 تقدر تدعامي بقلب مالتي بيت زي ما أنا شايفها صحتك في قرص واحد يوميا هو ده اللي أنا برشحه لكل الناس الحلوة اللي بتتفرج علينا عسانة ليه بقولك كده إحنا طبعا لما بندخل يعني قولي فترات بتعدي علينا في السنة كتير إحنا دخلين خلاص قربنا على فترات الدراسة خلاص كلها شهر والولاد تحديدا إحنا ساعد بنستظغر سنهم ونقول إيه ممكن يكونوا مش محتاجين بس شرط فعلا نوعية الأكل تكون صحية زي ما أنت ما بتقولي بدرجة كبيرة أو ما بتكملش لناقصهم في الجسمهم بشكل كويس فبيحصل لهم حالة الخمول والكسر والنسيان دي دينا صح صح فدي برضو يعني دي أمهات بعتلنا وبتسأل في القصة دي فإحنا برضو عايزين نقول لهم إنه هيفدهم في إيه إنهما لو مشوا عليه هيتلاشوا الجزئية دي ولا إيه اللي بيحسن قلب مولتي فيت هيبوا مناسب جدا من سنة 13-14 سنة أولا ما البنت أو الولاد بيقدروا يبلعو مناسب جدا هيفدهم في كذا حاجة هيفدهم في قصد التركيز التركيز جدا لأنه بيحتوى على فيتمن بي وبيحتوى على زينك المهمين جدا لصحة المخ وخلايا المخ هيفدهم في دعم النشاط بتاحهم هيفدهم هم بيذكروا كتير بتلاقي المواد كتيرة جدا وبيذكروا بس يجي تاني يوم يبتدي ينسى اللي هو ذكره بيبقى ضعف تركيز محتاج ألبا مالتي فيت وأكيد محتاج مع الألبا مالتي فيت كمان الأوميجا مهم جدا لصحة المخ هيفدهم في المناع انت عارفة الشباب دلوقتي على طول بينزلوا وبيخرجوا وبيروح وبييجي وكده فلو منعتهم وبيأكلوا جونك فود بره فلو الأكل اللي مش نضيف والمناعة فيها إيم بالانس هيحصل لهم مشاكل فلازم ندعم المناعة بتاعتهم بقلبا مالتي فيت فأعتقد هيبقى مناسب جدا للفئة لهذه الفئة العمرية وبيتاخد طبعا قرس واحد في اليوم إيا بعد الفطار إيا بعد الغداء طيب نلاقي بقى في ناس كده بتعاني من صداع من وقت للتاني وتلاقيه زيت كده ومدون مقدمات يعني في ناس تبقى تحت ضغط شغل يعني شغلها بيبقى كتير وقت تعايم كتير بتاعته اليوم وفي ناس ممكن تبقى يبدأ يتكرر مضوع الصداع عندهم لفترات هل الصداع مؤشر لنقص فيتامينات ممكن الصداع يبقى مؤشر لنقص فيتامين ممكن يبقى مؤشر لقلة النوم ممكن يبقى مؤشر لقلة نسبة الحديد أو المهم مجلوبين وممكن يبقى مؤشر لارتفاع ضغط الدم فيه كذا مؤشرات بتقدي إلى صداع لكن أكيد برضو لازم أحط الكنسيبت أنه ممكن يبقى نقص الفيتامينات والمعادة يسبب صداع يسبب لي صداع وقرق مستمر طيب طبعا البنات بقى اللي بيتكلموا على فكرة البشرة عيوة وليلي بقى لما هياخدوا ألف مالتي فيت المفروض أنهم يحسوا بالتحسن في خلال فترة قداش يبقى مستعجلين قلب مالتي فيت هيدين نظارة حلوة للبشرة والشعر كمان هنشوف تحسن من أول أسبوع هشوف تحسن كويس جدا ليه هشوف تحسن لأن قلب مالتي فيت أولا فيه فيتامين اي المهم جدا للبشرة وبيشتغل عندي تاني حاجة فيتامين سي فيتامين سي مهم جدا جدا لدعم البشرة والإعادة امتصاص الكولوجين الكولوجين بعد سن 25 سنة يبتدي ينعص يبتدي على طول بشريتي تبقى فيها إجهاد مستمر بتبقى عرضة لظهور التجعيد وفيتامين سي وفيتامين اي الاتنين دول بيحمون من أشعة الشمس الضرة طيب ايه داخل قلب مالتي فيت مهم جدا للبشرة كمان فيتامين بي فيتامين بي رائع أولا الكوبالامين والفوليك أسد بدعموا لكلات الدم الحمراء فتلاقي نظارة في البشرة ويمنع من فقر الدم طبعا مع الحديد أكيد يعني الثلاثة بيشغلوا وفيه يساعدوا من جفاف البشرة كمان يزين فيتامين بي بيساعد جدا على ترتيب البشرة يمكن الناس كتير مش عارفة فالبا مالتي فيتامين بي مهم للبشرة في فيتامين سي في فيتامين اي وفي الزينك مهم جدا النحاس موجود داخل البشرة الستات كمان اللي بتعاني من تساقط في الشعر تتضمن على الغضة الدرقية بتاعتها تتضمن على إنزيمات الكلا والكبد والحديد طبعا مخزون الحديد كمان والحديد ومخزون الحديد كل مع أخذ ألبا مالتي فيتا الذي يحتوي على البيوتين فيتامين بي 7 طب خلينا برضو أسألك في حتة الكالسيوم عشان ممكن تقلق بعض الناس أقول لك أنا لما هاخد وأستمر عليه الفترة طويلة أنتم تقولوا ما فيش فيه مشكلة هل نسبة الكالسيوم الموجودة فيه تضر مع لونجران يعني تدايقني لو أنا أخدت منها تترصب يحصل مشاكل فيها بالنسبة الألبا مالتي فيتا يا عظيمة لا لماذا؟ لأن النسبة اللي البالغين محتاجينها يوميا هو ألف ميلي جرام الحامل محتاجة ألف ومائتين كبار السن محتاجين ألف ومائتين البالغين محتاجين ألف ألف مالتي فيتا ما يحصلش أبدا أي ترسيب للكالكالسيوم لأنه موجود بنسبة 70 ميلي جرام فقط فبيتاخد بكل أمان قرس واحد يوميا أهم حاجة أنا بقول ما منقطرش في الفيتامينات مش بقطرتها أنا القرس ده بديني احتياجي اليومي من فيتامين سي من زينك من كالسيوم من بايوتين من فوليك أسد من نحاس من فيتامين بي كومبليكس فأنا مش محتاجة مع ألف مالتي فيت أخذ أي مكان الغذائي آخر إلا لو عندي نقص فيتامين ده بأخذ بره بس لكن فيتامين سي لا مش محتاجة أخذ تاني زينك مش محتاجة فيتامين بي كومبليكس كله موجود في ألف مالتي فيت والكالسيوم أعتقد أن نسبة الكالسيوم كفاية كداعم أكيد لو حد عنده مشاكل في العظم عنده هشاشة عظم بيأخذ تركيز أعلى كتير ده التركيز الأعلى من أي فيتامينات ومعادن بتبقى تحت استشارة الطبيب هو اللي بيديله ألف مالتي فيت متواجد طبعا في سلسلة السيدلات كبيرة موجودة في كل محافظات مصر طبعا كمان عندنا أرقام شركة بايو ناتشرل المنتجة لألف مالتي فيت وطبعا عندي كمان السيدة السيدلة اللي بيسأله ألف مالتي فيت موجود فين احنا موجودين في الشركة المتحدة للسيدلة والكود بتاع ألف مالتي فيت مكتوب على الشاشة ده شركة بايو ناتشرل القامها ظهر على الشاشة بنوصل لحد باب البيت كل محافظات بالزبط كل محافظات مصر بنوصل لحد باب البيت هاي طيب عايزين نتكلم بقى عن أصحاب الأمراض المزمنة عندهم سكر عندهم ضغط عندهم قلب ما فيه آمن بالنسبة لهم يتعاملوا مع مالتي فيت قلب مالتي فيت عزيمة هو آمن جدا لأصحاب الأمراض المزمنة السكر مريض السكر مهم قوي دعم أعصاب فيتامين بي قوي جدا للأعصاب فمهم قوي دعم أعصاب فيتامين بي فبرشح له جدا قلب مالتي فيت مع الأدوية اللي بياخدها بتاعت الدكتور بالنسبة للمريض الكوليسترول عندي فيتامين اي داعم جدا للنسبة الكوليسترول في الدم لأنه بيعمل على عدم أكسادة الدهون الضرة مع الأدوية الخفضة للكوليسترول ما عنديش أي مشكلة أنه ياخد ألب مالتي فيت أرس واحد في اليوم بعد الفطر أو بعد الغداء مش قبل النوم كويس ومريض القلب ما عنديش أي مشكلة بيقدر ياخد ألب مالتي فيت كمان مع الأدوية بتاعة الدكتور طيب تكلمين عن السيدات الحوامل أو السيدات مع بعض الولادة هي ممكن تمشي عليه عادي بالنسبة لها كافي يعني كافي لها في الفترة دي ولا هتحتاج تدعم طبعا السيدة اللي بعد الولادة لازم تدعم بفيتامينات مفيش حاجة سمعنا باخد فيتامينات وقت الحمل السيدة بعد الولادة تستمر وبالذات اللي مردعة طبعا ألب مالتي فيت هيبدعم لها جدا لأنها محتاجة الكالسيوم محتاجة فيتامين سي محتاجة الفوليك أسد جدا محتاجة البيوتين محتاجة الكوبالامين لأنه يدعم لتكوين كرات الدم الحمراء فأعتقد هو كفاية ممكن تاخد معهم أوميجا كالسيوم يبقى هي ملمة بكل الفيتامينات اللي هي محتاجها والمعدن المطلوبة وطبعا هي محتاجة الزينك وقالبا عندي أعلى تركيز في الزينك 23.9 ده الاحتياج اليومي من معدن الزينك لهذه السيدة دلوقتي بقى احنا عارفين من المنطج ده أنا عارف الشركة أيو إنه من إنتاج شركة بايو ناتشرل وعايزين أصدقائنا يعرفوا شركة بايو ناتشرل عاملة ايه تاني كلمين عنها شركة بايو ناتشرل شركة موجودة في مصر بتتميز الحقيقة بكل منتجاتها لأن كل منتجاتها طبيعية فعالة جدا واللي بياخدوا ألبا مالتي فيت أو أي منتج تابع الشركة أكتر حاجة بتميزنا إن اللي بياخدوا بيجرب بيرجع تاني يعمل ري أوردر وده النجاح بتاع الشركة عندنا حاجات كتيرة جدا في الشركة موجودة ألبا مالتي فيت عندنا حاجات تخصيص مرخصة أهم حاجة إنه كل منتجات شركة بيوناشرال واخد ترخيص سواء من هيئة سلامة الغذاء أو من وزارة الصحة عندنا كرو كامل أخصائيين تخزاية بيقدروا يتابعوا الحالة from A to Z كويس بسي بقى في بعض ناس تقول لك أحيانا كده لما نتجرح أو نتعور تلاقي الجرح فيه ناس يلم على طول يلتقم بسرعة وفيه ناس ساعة ياخد فترة هل دي إشارة أو علامة لنقص فيتامينز بردو؟ أحيانا طبعا تبقى إشارة وعلامة لنقص فيتامينزي طبعا ولازم نتطمن كمان من نسبة السكر في الدم لأن أكيد لما السكر بيعلى بيعملي سيولة عالية فمنتطمن بنعمل سكر تراكمي ومنعمل السكر العشوائي بتاعنا أهم حاجة تراكمي اللي هو بيقسلي نسبة السكر كل 3 شهور ولو الدنيا كمان بقدر أخد ألف مولتي فيت لأنه بيحتوي على فيتامين سي بنسبة 500 ميلي جرام طيب دلوقتي في يعني المشاهدة بتسأل بتقول إن عندها واحدة صاحبتها عندها مشكلة مع بنتها في إنها دايما أو أغلب الأمهات إن البنت دايما كسنان مش تقدر تعمل أي حاجة خليني أشوف بس ثانية واحدة فلو هي قاعدة في البيت والبنت على طول بتكون نايمة على السرير وعندها خمول عشان هي الموضوع ده يعني مدايقها قوي وهي مش عارفة سببه حتى الآن يعني مش بتشتكي من حاجة مش بتشتكي من حاجة ممكن تكون ما بتشربش مية لازم بتشرب مية كويس قوي ممكن تكون عندها أرق مستمر لازم بتاخد ألف مالتي فيت ممكن تكون النوم بتاعها مش كافي ممكن يكون الأكل الصحي بتاعها كمان مش كافي فأنا برشح لها جدا ألف مالتي فيت هتاخد قرص واحد بس في اليوم يا إما بعد الفطار يا إما بعد الغداء على كوباية مية كبيرة هتلاقي تحسن ممكن من تاني أو تالت يوم استخدام هلاقي تحسن من النشاط من التركيز لكن لو هي بتقولي طيب أنا شعري بيقع الشعر بياخد وقت يعني شعري من من ثالت أسبوع أبتدي أحس بتحسن لكن بالنسبة للتركيز والطاقة والحيوية بشوفه على طول من ثالت يوم استخدام أهم حاجة الاستمرارية مش هاخد قرص النهاردة واستنى يومين تلاتة وارجع أخد قرص أهم حاجة الاستمرارية بأخد قرص واحد في اليوم لايف تايم يعني أنا مش محتاجة أن أنا أخد ألبا مالتي فيت تلات شهور ووقف شهر تلات شهور ووقف شهر ألبا مالتي فيت الفيتامينات والمعادن اللي دخله ووتر سوليبل فالزيادة منه بينزل عن طريق البول وبرجع أقول أن ألبا مالتي فيت مرخص من هيئة سلامة الغذاء وبرجع أقول أنه من إنتاج شركة بايو ناتشرل الحقيقة الشركة محترمة جدا كل منتجاتها مرخصة وأسعارها بتميز اللي بيميز هذه الشركة أنا أعطي أن أستعر مناسب لكل الطبقات الموجودة ودي حاجة بصراحة بجد أنا بشكرهم عليها أنا شخصياً نزلت على صفحة الشخصية أقول للناس أنهم هيلاقوا المالتي فيتامين ده بسعر كويس عن أنواع أخرى ممكن تبقى أغالية إقصادية يعني أنهم لا يستمروا عليها لفترة طويلة بالزبط 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 يتكلمين يدينا نرشادة كده؟ عايزين نرشادة منك لصيحة أخيرة للولاد المقبلين على الدراسة بكل الفئات العمرية صغيرين وكبار وإننا نعمل إيه والمشريهم إزاي سيستم بتاعهم كده سريعاً مع الفيتامين مع الفيتامين إن إحنا ننام كويس نلعب رياضة رياضة مهمة قوي أنها تطلع الطاقة السلبية رياضة مهمة أنها تزود المناعة نحاول نتجنب بقدر الإمكان كمية السكرات اللي بتتاخد نتجنب دقيق بقدر الإمكان ما يبقاش الأكل كله كده نشرب ماي كويس قوي نحاول اللي بيدخن يقلل أو يمتنع عن التدخين وياخد ألبة مالتي بيت قرس واحد في اليوم هتلاقي صحتك أو يعني هتلاقي التركيز بتاعه أعلى النشاط بتاعه أعلى والمناعة بتاعته كمان أعلى طيب هنتكلم للرجال بقى سريعا برض بما أننا خلاص كلمنا عن الولاد وعن السيدات يدينا بقى نصيحة للرجال كمان بالنسبة للفايتمين الرجال على فكرة محتاجة جدا الفيتامينات ومعادم مش بس زي السيدات يعني يقدر ياخدوه الأسرة طبعا طبعا الرجال محتاجة جدا جدا لدعم منعيتها ودعم طاقتها وعدم الخمول وكسل وبذات الرجل مهامه اليومية كتيرة جدا فبعد عامله جدا الفا مالتي فيت قرص واحد بس في اليوم بياخدو لايف تايم الفا مالتي فيت هيزود له المناعة هيزود له الطاقة هيزود له عملية التمثيل الغذائي يمكن ما اتكلمتش الحلقة دي على قصة التمثيل الغذائي عملية التمثيل الغذائي مهمة جدا اللي هي سرعة الأيد هيزود له هيبقى كويس جدا كمان للرياضيين لانه بيحتوي على الزنك وبيحتوي على فيتامين سي الزنك بيعمل ريلاكسيشن للعدلة وفيتامين بي مهم جدا كداعم للأعصاد فبرشح جدا لأي رجل من جميع الأعمار بيتفرج علينا يستخدم قلب مالتي فيت هيلاقي نتيجة ممتازة الحقيقة والله يا دندون أنا بشكرك طبعا دايما منوراني بجد اسمحوني طبعا أشكر دفتي شرفتني ونورتني دكتور دين أبو سعود المستشار الطبي لشركة بايو ناترال شكرا جزيلا وبشكر شركة بايو ناترال بجد اللي ما تقدمه من يعني بروديكس ومنتجات في الصيدليات وأسعار اقتصادية مناسبة لكل الفئات عشان نقدر نستمر على الفيتامينز بجد شكرا جزيلا لمتابعة حضراتكم من خلال شاشة قناة الأهلي وأتمنى من الله ولا يكتر على الله أشوف حضراتكم من هنا لحلقة جديدة على ألف خير وصحة وسلامة وسعادة و السلام عليكم اشتركوا في القناة